اشتركوا في القناة كلا محاسدين فأرجو أن لا يجد في نفسك إذا طرحته عليك قل ولا تخفي شيئا لعل فيه خير إن شاء الله إن شاء الله يقولون إن الله سبحانه وتعالى قد حبس المطر عن الناس لما دوليت ولاية العهد فأتمنى عليك أن تدوى الله سبحانه أن يمطر على الناس سأفعل إن شاء الله اليوم هو الجمعة فمتى تفعل؟ يوم الاثنين كم أنا سعيد بهذا الكلام يا أبا الحسن فأنت تعرف السنة السوق سيقطعها الله بإذنه تجهز اليوم الاثنين وليحضر من يشاء شاء الله شاء الله شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه الحمد لله رب العرش العظيم اللهم يا رب أنت عظمت حقنا أهل البيت فتوسل بنا كما أمرت وأملوا فضلك ورحمتك وتوقعوا إحسانك ونعمتك فسطهم سقيا نافعا عاما غير رائث ولا ظاهر وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارهم لا أثر لسحابة يا مولاي جفاف ما عرفناه أيها الناس هذه سحابة بعثها الله عز وجل لكم فاشكروا الله تعالى على تفضله عليكم الحمد والشكر لك يا رب العالمي الحمد والشكر لك يا رب العالمي قوموا إلى منازلكم ومقاركم فإن السحابة ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا إلى مقاركم ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله تعالى وجلاله الله أعلم أين يضع رسالات الآن المطهرون وما كانت لسواه لا في سالف ولا في قابل إنما أربي يا أمير المؤمنين أن أبلغك ما يجري بين العامة والخاصة من رعيين أرابك أرابك وأراب رب العالمين أن يخزيك ويفضعني معك لا رأي لحاسد فيما دبره الرحمن إيقافة تدري هادم في وصل العسل تولى نهاية جلسوا جلسوا ما دع عليكم داع بالحياة ولو داع بالبوار لهلكنا أحكموا نتاج الأبواب والنوافذ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه لن يغتلك الله يا علي بن موسى مقام لا يحتمل إلا الاستعانة بالله يا مولاي لا تخف أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر كرامة علي بن موسى ولن يخدده يا أيها الناس تقوا الله في نعمه عليكم فلا تنفروها عنكم بمعصيه لا إله إلا الله بل استدعوها بطاعته وشكره على نعمه وأياديه لك الشكر يا رب وعلم أنكم لا تشكرون الله عز وجل بشيء بعد الإيمان بالله وبعد الاعتراف بحقوق أولياء الله من آل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله أحب إليه من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم التي هي معبر لهم إلى جنان ربهم فإن من فعل ذلك كان من خاصة الله تبارك وتعالى الله صلى الله عليه وآله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك قولا ما ينبغي لقائل أن يزهد في فضل الله تعالى فيه إن تأمله وعمل عليه قيل يا رسول الله هلك فلان يعمل من الذنوب كيت وكيت فقال بل نجأ ولا يختم الله تعالى عمله إلا بالحسنة وسيمحو الله عنه السيئات ويبدلها له حسنات إنه كان يمر مرة في طريق عرض له مؤمن قد انكشفت عورته وهو لا يشعر فسترها عليه ولم يخبره مخافة أن يخجل ثم إن ذلك الرجل عرفه في مهواه فقال له أجزل الله لك الثواب وأكرم لك المآب ولناقشك في الحساب فاستجاب الله له فيه فهذا العبد لا يختم الله له إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن اللهم اجعلنا من أتباع آل نبيك وحشرنا معهم آمين فاتصل قول رسول الله بهذا الرجل فتاب وأناب وأقبل على طاعة الله عز وجل فلم يأتي سبعة أيام حتى أغير على سرح المدينة فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله في إثرهم جماعة وفيهم ذلك الرجل فاستشهد فيهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله أعلم أين يضع رسالاته أين في الدنيا مثلك يبنى رسول الله موسيقى 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 أردت يا ابن الرشيد أمرا وأراد الله أمرا آخر فضحت أمام الناس حيث لا أدري كيف كان يبايع رسول الله حتى عرفنا علي بن موسى وهذه قصة المطر ثم أفحم كل من أتيت به لمناظرتي والناس مفتونون به وكلهم يقول لا تليق الخلافة إلا لابن موسى طلبتني يا مولاي ما الحيلة في علي بن موسى يا ابن أكتام وقد مر في كل أمر مرور السهم من الرمية أحضر له أصحاب الديانات والمقالات فليناظروه يا مولاي وددت وبيقطعوه في أمر واحد واحد لأشهر به أمام الناس سيقطعونه يا مولاي فلديهم علوم من مضى ومن أين لعلي بن موسى ألوه؟ ليحضروا وليناظروه ائذن لي يا مولاي تصل بحفظ الله إلى بغداد أستودعك الله يا مولاي الذي لا تضيع وذائع وددت أن لا أفريقك الساعة ولكنك أمرتني بلى كن في بغداد مع أهلك وشيعتك وعرف يا ريان أن ولدي أبا شعفر هو القائم بالأمر بعده وهذا أبو الصلط يبقى معي في الري ويقوم مقامك ادع لي يا مولاي يا موفق أمر مولاي هاتي أحد أثوابه فقد وطن النفس أن يطلبه الريان ونسي الله أكبر وربي الكعبة ما كلمت في ذلك بشرة إنما حدثت به نفسي وأنسانيه أمر فراقك يا مولاي سبحان الذي لا ينسى تفضل المأمون يريدني غدا للمناظرة مع رؤساء الديانات في خرسان ماذا يريد منك يا مولاي يريد أن يطفئ نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون بحفظ الله يا ريان حفظكم الله يا مولاي السلام عليكم وعليكم السلام اشتركوا في القناة كذلك اشتركوا في القناة 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 بلى والله انهم ليعرفون ولكنه الملك وولع الدنيا لاجلها اباحوا دماءنا واموالنا وقطعوا ارحامهم وكأننا روم محاربون لهم بل اشد نكلا هل قام سيدي موسى بالسيف حتى فعلوا ما فعلوا لا والله ولا دعا الى سيف لكن قلب هارون خل من الرحمة فقد قتل يحيى بن عبد الله بن الحسن بعدما امنه بكتاب عليه شهود فما رعى فيه ذمة وطارد ادريس بن عبد الله بن الحسن الى افريقيا وقتله فيها بالسم وعبد الله بن الحسن اتى به من المدينة واتهمه بانه يجمع له فقال له عبد الله نشدتك الله في دمي فوالله ما انا في هذه الطبقة فامر وزيره يحيى بن خالد ان يسجنه عنده فلما اتى النيروز قدم الفاجر جعفر بن يحيى عنق عبد الله المظلوم مع هدايا النيروز وادعى كذبا ان ذلك تم عن غير امره وهيهات ان يكون صادقا ويحه من موقف يوم عظيم ولم يكتفي بذلك بل اخذ محمد بن يحيى بن عبد الله غدرا من بكار بن عبد الله الزبيري فسجنه في سجن الرشيد وانشد يقول اني من القوم الذين تزيدهم قصوا وصبرا شدة الحدثان فما اخرجه من سجنه الا ميتا اي بغض هذا يا اختا بل اي ملك ذمي من هذا بسم الله الرحمن الرحيم انما جمعتكم على خير واحبطت ان تناظر ابن عمي علي الرضا وهو من ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وعلي من ابي طالب عليه السلام الصابعة الجاتليق الزردشتية رأس الجالود وسواهم حاوروا علي الرضا ابن عمي وانصفوه يا امير المؤمنين كيف احاج رجلا يحتج علي بكتاب انا منكره ونبي لا اؤمن به كيف يا مولاي ماذا ان احتججت على كل واحد منكم بكتابه اتقبلون بلى لقد انصفتنا هاتوا ما عندكم ما تقول في عيسى وكتابه هل تنكر منه شيئا انني مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به امته واقر به الحواريون كافر بنبوة عيسى من لم يقر بنبوة محمد وبكتابه ولم يبشر به امته اريد شاهدين عدليني ليس من اهل ملتك على نبوة محمد ممن لا تنكره النصرانية ما تقول بيحنى الديلمي ذكرت احب الناس الى المسيح فاقصمت عليك هل نطق الانجيل ان يحنى قال ان المسيح اخبرني بدين محمد العربي وبشرني به انه يكون بعده فبشرت به الحواريين فامن به نعم قد ذكر ذلك يحنى عن المسيح وبشر بنبوة رجل وبأهل بيته ووصيه ولم يلخص متى يكون ذلك يا عمتي ان والدي يجلس في مجلس مليء بالحكماء وهم ينحنون له كلهم يعلو عليهم ولا يحيرون امامه جوابا ونعلم ذلك يا ابن اخي الحمد لله العليم الخبير اما الفارقليت الذي بشر به المسيح في الانجيل فهو محمد والانجيل ترجم من اليونانية وفارقليت او فارقليتوس اليونانية معناها محمد بالعربية ثم انك تقول من شهادة عيسى على نفسه حقا اقول لكم يا معشر الحواريين انه لا يصعد الى السماء الا ما نزل منها الا راكب البعير خاتم الانبياء فانه يصعد الى السماء وينزل فماذا تقول هذا قول عيسى لا ننكره وارجو ان تعفيني من امر لوقة ومرقابوس ومتى وما نسبوه الى عيسى قد فعلت ما عندك يا رأس الجلود لا اقبل باي حجة الا من التوراة لا تقبل مني حجة الا من التوراة على لسان موسى بن عمران والانجيل والزبور على لسان داود من اين تثبت نبوة محمد هل تعلم يا يهدي ان موسى اوصى لبني اسرائيل فقال لهم انه سيأتيكم نبي هو من اخوتكم فيه فصدقوا ومنه فاسمعوا فهل تعلم لنبي اسرائيل اخوة غير ولد اسماعيل هذا قول موسى لا ندفعه هل جاءكم من اخوة بني اسرائيل نبي غير محمد لا ولكن احب ان تصححه لي من التوراة هل تنكر ان التوراة تقول لكم جاء النور من جبل طور سيناء واضاء لنا من جبل سعير واستعلن علينا من جبل فران اعرفها وما اعرف تفسيرها اما طور سيناء فهو الجبل الذي انزل الله به وحيه على موسى عليه السلام اما جبل سعير فهو الجبل الذي اوحى الله عز وجل الى عيسى عليه السلام وهو عليه اما جبل فران فهو من جبال مكة المكرمة بينه وبينها يوم وقال شعيب النبي رأيت راكبين اضاء لهما الارض احدهما راكب على حمار والاخر على جمل فمن هما لا اعرف هما اما راكب الحمار فهو عيسى بن مريم عليه السلام اما راكب الجمل فهو النبي محمد صلى الله عليه وآله اتنكر هذا من التوراة لا انكره اتعرف حيقوق النبي نعم اني به لعارف فانه قال في كتابكم جاء الله بالبيان من جبل فران وامتلأت السماوات من تسبيح احمد وامته يحمل خيله في البحر كما في البر يأتين بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس اتعرف هذا وتؤمن به؟ لقد قال ذلك حيقوق النبي ولا ننكر قوله اود لو يقطعوا ولو بمسألة واحدة وهل قال داود في زبوره وانت تقرأ اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفترة فهل تعرف نبيا اقام السنة بعد الفترة غير محمد صلى الله عليه وآله هذا قول داود نعرفه ولا ننكره ولكنه عنا به عيسى وايامه هي الفترة ان عيسى لم يخالف السنة وقد كان موافقا لسنة التوراة حتى رفعه الله اليه وفي التوراة مكتوب ان ابن البرة ذاهب والفارقليط جاء من بعده وهو الذي يخفف الآصار ويفسر لكم كل شيء ويشهد لي كما انا شهدت له انا جئتكم بالامثال وهو يأتيكم بالتأويل وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم هذا بن فاطمة هذا بن فاطمة إن كنت جاهله بجده بجده أنبياء الله قد ختموا يا رأس الجلود سألت عن معجزات نبينا وقلت إن النبي موسى لم يكن له نظير لمكانته من ربه وقربه منه ولا يجب علينا الإقرار بنبوة من ادعاها حتى يأتي من الأعلام بمث ما جاء به فكيف أقررتم بالأنبياء قبله ولم يفلقوا البحر ولم يفجروا من الحجر اثنتين عشر عينا ولم يخرجوا أيديهم بيضاء كيد موسى ولم يقلبوا العصى حيا لو جاءوا بمعجزات لوجب تصديقهم حتى ولو لم تكن كمعجزات موسى قد أحيى عيسى بن مريم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرز ولم تؤمنوا به قالوا إنه جاء بذلك ولم نشهد وهل شهدت آيات موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام إنما جاء من طقاتهم وبشهادة الجموع فصار الخبر مرسلا ومصدقا بالإجماع عليه والإقرار به في الكتب المنزلة فكيف صدقتم موسى ولم تصدق عيسى لما لا تجين لا جواب لديه وكذلك أمر محمد وما جاء به وأمر كل نبي بعثه الله ومن آياته أنه كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء وأخبارهم حرفا حرفا وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة ثم كان يخبرهم بأسرارهم وجاء بآيات لا تحصى لم يصح عندنا خبر عيسى ولا محمد ولا يجوز لنا أن نقر لهما بما لم يصح فهل الشاهد الذي شهد لعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام شاهد زور أفهمك ابن عمي والله نجونا والله يا حر نجونا بفضل قصيدتك في مدح مولاي الإمام بل بفضل دعاء الإمام عليه وعلى آله السلام على آله السلام ولكن واحزناه على عباده والله لو تعلقت بحبال السماء لما تركني أهل خراسان أفوز بها إنها عندهم كنز مقدس الآن رب ضارة نافعة ويح ومن نفع فيها؟ لربما جاءت إلى العراق وضاعت ولكنها عند هؤلاء القوم من الفرس سيفنى الدهر وتبقى عباءة مولاي الإمام عليه السلام باقية يتباركون فيها ألم ترى ما فعله؟ أعطوك فيها ثلاثين ألف درهم ولو طلبت أكثر لا بلغت ما أردت والله ما لي أرب إلا بالعباء رغبت بشيء منها حتى يوضع في كفني عند وفاتي وقد وفوا لي بذلك أطل الله بقاءك يا دعبي ورب البيت سأبقى أنافح عن أهل البيت ما حييت ولو كلفني ذلك حياتي وهذا الهربز الأكبر لما سألته ما حجتك أن زردشت نبي قال أمامكم إنه أتاهم بما لم يأته أحد قبله والأخبار من أسلافهم وردت بأنه أحل لهم ما لم يحله غيره فاتبعوه فكذلك سائر الأمم أتتهم الأخبار بما أتى به النبيون وأتى به موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم فما عذركم في ترك الإقرار لهم إذا كنتم وإنما أقررتم لزردشت بالنبوة بما جاء بالأخبار المتواترة بأنه جاء بما لم يأتي به غيره ما لك لا ترد يا صاحب زردشت لا جواب لدي طبعا لأن حجة ابن عم أبا الحسن قد قطعتك يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل غير محتشم يا عالم الناس لو لأنك دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل ولقد دخلت الكوفة والبصرة والشام والجزيرة ولقيت المتكلمين فلم أقع على أحد يثبت لي واحداً ليس غيره قائماً أفتأذن لي أن أسألك إن كان في الجماعة عمران الصابق فهو أنت صدقت أنا عمران الصابق سل يا عمران وعليك بالنصفة وإياك والخطل والجور والله يا سيدي ما أريد إلا أن تثبت لي شيئاً أتعلق به فلا أجوزه سل عما بدلك أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق لا أراك تجيب عليه يا علي بن موسى سألت ففهم أما الواحد فلم يزل واحداً كائناً لا شيء معه بلا حدود ولا أعراض ولا يزال كذلك ثم خلق خلقاً مبتدعاً بأعراض وحدود مختلفة لا في شيء أقامه ولا في شيء حده ولا امتثل به ولا مثله فجعل من بعد ذلك الخلق صفوة وغير صفوة واختلافاً وألواناً وضوقاً وطعماً لا لحاجة كانت منه ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلا به ولا رأى لنفسه فيما خلق زيادة ولا نقصاناً أتعقل ذلك يا عمران؟ نعم الله يا سيدي وعلم يا عمران أنه لو كان خلق ما خلق لحاجة لم يخلق إلا من يستعين به على حاجته ولكن ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق لأن الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى والحاجة يا عمران لا يسعها لأنه لم يحدث من الخلق شيئاً إلا حدثت فيه حاجة أخرى ولذلك أقول لم يخلق الخلق لحاجة ولكن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلى بعض وفضل بعضهم على بعض بلا حاجة منه إلى فضل ولا نقمة منه على من أتل فلهذا خلق يا ابن أخي من أين تأتي بهذه العلوم وأنت في العجاز لا مكتبات ولا ورقون ولا ترشمات إنه لإلهام والله يا سيدي هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه إنما تكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه وليكون الشيء نفسه بما نفي عنه موجوداً ولم يكن هناك شيء يخالفه فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحديد علم منها أفهمت يا عمران؟ نعم الله يا سيدي فاخبرني بأي شيء علم ما علم أبي ضمير أم بغير ذلك؟ أرأيت؟ إذا علم بضمير هل تجد بداً من أن تجعل لذلك الضمير حداً تنتهي إليه المعرفة؟ لا بد من ذلك فما ذلك الضمير؟ لا أعرف يا سيدي لا بأس إن سألتك عن الضمير نفسه تعرفه بضمير آخر أفسدت عليك قولك ودعواك يا عمران أليس ينبغي أن تعلم أن الواحد ليس يوصف بضمير وليس يقال له أكثر من فعل وعمل وضع وليس يتوهم منه مذاهب وتجزئة كمذاهب المخلوقين وتجزئتهم فعقل ذلك وابني عليه ما علمت صوابه الصلاة قد حضرت يا سيدي لا تقطع علي مسألتي فقط رق قلبي نصلي ونعود ترجمة نانسي قنقر 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 أهل البيت TV the holy household for every household نانسي قنقر